يقول في شخص توفاه الله عمره فوق السبعين ولكن لم يكن يصوم رمضان هل على أولاده أن يصوموا عنه يا أبا معاذ من اليمن بارك الله فيك بالنسبة لهذا الذي توفي إلى رحمة الله إن شاء الله السؤال هل كان لا يصوم رمضان جحدا لوجوبه إذا قلت لي نعم هذا لا يصام عنه هذا لا يصام عنه إذا قلت لي لا هو متكاسل متهاون هذا لا يصام عنه هذا لا يصام عنه إذا قلت لي لا هو كان مريضا مريضا ولا يستطيع الصيام بالنسبة لمثل هذا الجنس من العجزة هؤلاء ينتقلون إلى البدل بدل الصيام الإطعام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فإذا ما كان أطعم في حياته يطعم عنه ورثته من ماله جميع هذه السنوات التي مضت تقول لي لا طبعا أنا الآن أرتب لك لأن سؤالك عام مجمل يعني مبهم ما ندري أي نوع من الأنواع إذا قلت لي لا هو كان يصوم لكنه مرض في آخر حياته وما استطاع القضاء اتصل المرض بالموت ما علي شيء لا عليه ولا على أولاده ولا يخرج شيء من ماله بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر